يدروا لك لا ما فيش حاجة سماها كده فيه اه عشان كده احنا بنشرح ليه بشرح عشان حضرت تكون عندك المعلومة الدقيقة الحكاية اولها ايه واخيرها ايه ولكن لو وصلت لعشرة ساعات ولا عشرين ساعة ولا يوم ولا اتنين ولا اربعة زي ما كان بيحصل في 2014 عشان ما حدش يربط لما حصل 2014 وقت اللي كان فيه احنا عندنا عجز 6000 ميجا في 2014 النهاردة انت بتخفف 3000 ميجا من 6 تلاتة وبالتالي هو بيتم توزيع تخفيف الاحمال على المحافظات المختلفة ما بين قاهرة ما بين الصعيد ما بين بحر ما بين قبلي كله بيتم تخفيف عنه ولكن زي بقول لحاكم عانل حتى هذا الاسبوع بنتكلم نص الاسبوع او بكتير او بكتير اوي يعني قبل نهاية الاسبوع يعني تكون ان شاء الله الموضوع ده يكون خلص ويكون تاني مش هنرجع له مرة اخرى بإذن الله اللي وتاني هو يمكن ده اللي اثر على الناس خلال الكام يوم اللي فاتوا من شكوى صعبة فيش حد مش تكيش فيش حد ما تأثرش ما فيش بيت ما تقطعش منه الكهربا يعني من النادر من النادر انه مناطق ما قطعش فيها الكهربا انا بتكلم عن مناطق غير اللي انا قلتها من دي خلاص مش يططع عنها الكهربا مصانع شغالة من فعلا وانا عايز شغل مش يططع على المصانع كمان احنا عايزين شغل وعايزين انتاج مش يططع على اماكن الخدمات ما ينفعش ان انا تقطع عليها الكهربا اي بيقدم خدمة لنا فانت كل ده عامل حسابك المواطن اه المواطن زعلان زعلان قولش لا مواطن عنده حق عنده حق طبعا عنده شكوى عنده شكوى انه جاي في الظرف صعب جدا درجة حرارة صعبة جدا لان الناس قادرة يتحمل قعدة البيت ولا قعدة الشارع للتنين وطبعا كله يقولك وبعدين لا وبعدين هتخلص بعد كم يوم يعني بعد كم يوم الموضوع هيرجع زي مكان من عشر تيام يعني زي مكان قبل كده مكانش عندنا مشكلة ومكنناش بنشتكي تفتكر حضرتك تفتكر حضرتك مش احنا بنقول ده مشروع قومي عملاق نعم هل نتراجع عن هذا الامر لا لا اذا تراجعنا عن هذا الامر تخيل بقى انه بقى محتاجين كام ميجا كل يوم كان حالنا بقى ايه ده احنا كده ومش متحملين كده ومش متحملين وعندنا حق كمواطنين ما بالك لو ما كانش يتعامل ده موقتها الناس كانت زعلانة قوي قولك كل ده انفاق في الكهرباء طب ماذا لو لم يتم هذا الانفاق في الكهرباء ماذا لو لم يتم هذا الانفاق في قطاع الكهرباء اسأل السؤال الاخر ما انت عندك دلوقتي كل المعلومات قدامك فلازم نسأل كمان وحيك تبقى بتسأل نفسك الله يعني اللي احنا عملناه في 2015 لما كناش عملناه كان حالنا بقى ايه كدولة كدولة انا بقولك 2014 كان عندك عجز 6000 ميجا وكانت معاناتنا ايه معاناتنا كلنا ايه في الوقت ده كنا نتحمل طب ده احنا مش قادرين نتحمل ما انا بقولش لأ ما بقولش المواطن ما عندهش حق عنده كل الحق ويشتكي زي ما هو عايز ويزعل كيفة ما شاء تاني بقول ويزعل بقولش لأ ما هو المواطن ايه تعودة او اعتادة انه الكهرباء ما بتطاعش الله مهي البلد قالت له كده والبلد قالت له عندنا صح ما هو فعلا بس نتيجة للظرف الخاص بالوقود اللي ايه من اللي فاتت حصل الامر اللي هو اعتبره هو اجراء استثنائي مش ده طبيعي اجراء غير طبيعي مش معتاد لان احنا خلاص من 2015 نسينا ورانا الكهرباء